كما بحث وزير البترول والطراث المعدنية طارق الملة مع أوليفا لوبهوشا رئيس التنفيذي لشركة SLB التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين وتناول اللقاء التعاون الجاني مع شركة SLB في مجالات خفض الكربون ومناقشة فرص التعاون في مجال قياس وخفض انبعاثات الميثان خاصة مع إلاء الدولة الأهمية لخفض انبعاثات غاز الميثان في إطار عضوية مصر في التعهد العالمي لغاز الميثان في مصر البترول والغاز ترجمة نانسي قنقر